السلام عليكم. من يومين ورقناكم الزغليل. وكانت الزغليل بتحاول توصل للمكلف علشان تاكل. لكنها ما كانتش بتقدر تاكل علشان صغيرة. بس احنا ساعتها قلنا ان كويس ان الزغلول قام من التاضل. وتحرك علشان يعتمد على نفسه بدل. وساعتها قلت لكم ان بازن اللي في خلال يومين الزغلول هيكون اعتمد على نفسه. طيب. دلوقتي عدى اليومين. هل الزغلول فعلا اعتمد على نفسه? ولا ايه الحكاية? تعالوا نشوف. ده طبعا الفرد اللي كنا بنقول عليه الزغلول التنين لما كبر. وده الزغلول اللي هو خلفه. شفتي في الفيديو اللي فات من يومين الزغلول كان بيحط وشه في المكلف لكنه ما كانش بيعرف لانه كان صغير. بصوا دلوقتي ما شاء الله عليه. شايفين عامل ازاي? ما شاء الله. ده اللي احنا بنتكلم فيه انك تقوم الزغلول من الطابن بدري علشان يعتمد على نفسه بدري علشان لو انت هتدربه او هتديعه او هتشتريه. عشان اصدقائنا دايما بيسألونا السن المناسب ان ادرب الزغلول الزاجل او السن المناسب ان اشتريه او السن المناسب ان اقطوفه. وفيه طبعا اسئلة تانية بتقول ان الزغلول اول ما بقطوفه بيدعف. عارفين بيدعف ليه? لانه مش بيعمل كده مش بياكل. بيفضل يعتمد على الابوين لحد ما تقطوفه او تشتريه. وبيتحطه مع الحمام التاني او مع بقية الزغليل علشان تدربه او تدشره او تثبته في المكان. وبيفضل مش بياكل برضه. عشان كده بيدعف. الزغلول بيقعد اليوم كله بيدعف. لكن بالطريقة اللي احنا قلناها كتير في فيديوهات كتير دايما بنعدها علشان عايزين الناس كلها تفرخ وتتبصر. طيب زي ما قلنا في الفيديو التاني. هل الزغلول ده بس قام? ولا احنا بطريقة متابعينها مع كل الزغليل? طيب تعالوا نشوف زغلول تاني في نفس السن بتاعهم. ده الزغلول برضو اللي في الفيديو اللي فات كان خايف. الزغلول يعني انا جايب لك برضو مكلف ظهر الحبوب اللي جواه. خليك شايف اللي الزغلول اعتمد فعلا على نفسه. وفيه حاجة لازم تلاحظها برضو نوعية الدرق اللي الحمام بيأكلها. يعني هتلاقي فيها من كل العناصر الززائية. مش حاجة واحدة بس ما انفعش طبعا. هنا هنوصل للسؤال الشهير. الزغلول اشتريه امتى? او اقطفه امتى? انا دلوقتي بصدل اللي لو عايزة اقطف الزغلول ده هقطفه. كويس? طيب. لو انا هبيعه لحد ممكن ما يصدقش ان الزغلول ده معتمد على نفسه. هيقول لي عم انت بتهزر الزغلول ده صغير. لو انا هشتري من حد نفس الكلام هقول لي عم ده زغلول صغير ده لسه في زيه دوت في الطاج المقامش من الطابن. لكن هنا بقى الفرق بين الغاوي والتاني. لو انت هتشتري الزغلول في السن ده بازن الله هيبقى ملغوش حل معاك. ليه? لان طالما اعتمد على نفسه بدري هتبدأ تدربه بدري. يعني ايه? هتثبته صح. لوقت انت لما تخده تحطه في البلكونة او ايا كان مكانك من وهو صغير كده ما بيقدرش يتير. يعني ياخد له اسبوع على الاقل عشان يقدر يتير. خلال الاسبوع ده هيكون حفظ المكان تمام. هيكون تعود عليك تمام. يعني ولنفترض انه في بلكونة هيبقى تعود على الناس مثلا لو في عيال لو حد دخل طالع هيبقى متعود خلاص. غير لما انت تشتريه بيقدر يتير. او على وش طيران قدامه يوم. اول ما بيخاف بيبدأ يتير ويجري. فهيروح هيركن هيبقى هيبقى هادي الاشكالية. طيب هتقول لي سنه قد ايه? هقول لك تقريبا اسبوعين. وسبقا قبل كده ودايما مش برده اقول السن بالزبط لان بتختلف من زغلول التاني. يعني الزغلول بيبدأ يتحرك مسلا من سن عشر ايام. وكل زغلول بيختلف ممكن بقى اتنين خوات واحد بيتحرك واحد مش بيتحرك. لكن احنا عمتا بنقول اول ما الزغلول يتحرك. يبقى انت لو راجل عايز تجيب زاجل زغلول زاجل وتسبته صح واتدربه صح. لما تشتري من حد. قل له لو سمحت عايزك تخليه يعتمد على نفسه بدري. وعايز اشتريه اول ما يعتمد على نفسه. خصوصا بقى لو انت هتاخد طريحة الزغلول هتخلي بعضيها يعني هتغير من بعضها في الاكل وهتاكل. لكن لو زغلول لوحده يبقى لازم فعلا يكون معتمد على نفسه مية مية. انا بفسرها اهو بسهلها. علشان الناس اللي بتسأل في حكاية الزغلول. الزغلول كل من تسبته بدري. كل من تخدت خيره وبقى كويس معاك وما فيش حاجة اسمها اتنطر ولا ركن. ما فيش حاجة اسمها يتخض. هيتعود على المكان عندك. لكن لما بيكبر في مكانه وتجي انت تشتريه هو تعود على مكانه خلاص. تعود على صوت الحياة هناك. الضوضاء. ريحة المكان الدنيا حواليه كل حاجة. يبقى انت لازم تشتري الزغلول بدري. والكلفة المزبوطة ان شاء الله نتكلم فيها قريب بازن الله. وهنتكلم في التحديق والتعفير ما تكلمناش فيهم لنا فترة. احنا قلنا لكم قبل كده طبعا الطريقة اللي بتخلي الزغلول يقوم يجري كده. ان انت بتاخروا الكلفة نص ساعة يوميا بحيث ان هو ما يصبرش على الجوع او ما يصبرش ان الاهل يكلوا ويأكلوا. طب ان شاء الله في فيديو قادم هنقول لكم الطريقة اللي بتخلي الحمام يجري على الكلفة زي ما انتم شايفين. يعني الاضافة اللي بندفها على الكلفة بحيث ان هي بتخلي الحمام يبقى زي المدمن يستني وقت الاكل ده بفرغ الصدر. المسألة مش مسألة جوع بس مسألة مسألة هو بيأكل ايه? ده غير كده علشان تبدي صحة للحمام وللزا غلول. لاني في زغليل بتاكل وتبقى صحاتها ضعيفة بل بتاكل لعوية ده بس. تحياتي لكم جميعا اخوكم عمد حمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة